حقن الدماء والمحافظة على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين أسباب قال عنها عبدالله حمدوك إنها دفعته إلى العودة والجلوس لطاولة المفاوضات وتوقيع الاتفاق السياسي مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان حمدوك في أول لقاء له عقب الاتفاق السياسي أكد أن ما حصل في الخامس والعشرين من أكتوبر هو انقلاب عسكري وأن ما دفعه للعودة هو فق الاختناق السياسي والمحافظة على الانتقال المدني وتشكيل حكومة تكنقراط اتفاق الأحد دفع وزراء الحكومة السابقة إلى تقديم استقالاتهم في خطوة وصفت بالرمزية وغير المجدية الشارع السوداني شهد انقساما ما بين مرحب بالاتفاق وناقم عليه تلك النقمة تحولت إلى الأحزاب السياسية إذ تفجرت موجة من الخلافات داخل قحت وحزب الأمة القومي الذين كانا طرفا في الاتفاق إذ أكد قائد جيش تحرير السودان مني أركم الناوي أن ممثلين عن حزب الأمة والمجلس المركزي حضرى توقيع الاتفاق وانسحبا في اللحظات الأخيرة دون بيان الأسباب واصفا هذه الخطوة بالمزايدة السياسية الاتفاق السياسي سبب شرخا آخر داخل حزب الأمة حيث طالب شباب الحزب بإقالة برمناصر من منصبه أو تقديمه للاستقالة ورفع مكتب الشباب توصية إلى المكتب السياسي بإخضاع جميع المشاركين في حفل التوقيع بما فيهم الواثق البرير المحاسبة اجتماع المجلس المركزي والآخر شهد اتهامات متبادلة بالتآمر مع المكون العسكري واعتبر الاتفاق بين البرهان وحمدوك هو اتفاق لا يلبي أدنى طموحات الشعب ثلاثة أسابيع من التوتر كافية لأن تفضي في النهاية إلى اتفاق سياسي يجنب البلاد مساوية أكبر رغم ما أحدثه من انقسام داخل المكونات السياسية ويبقى دعم الشارع لهذا الاتفاق أو رفضه محكوما بقدرة حمدوك وحكومته القادمة على إحداث تقدم في الملفات الحساسة وأبرزها الملف الاقتصادي والسياسي